أهلا وسهلا بكم على قناتكم أسرى النجوم اليوم نحكيه على جديد في قضية الأعلامية سامي الفهري واللي يعلن عليه محاميه عبدالعزيز السيد في تدوينه خبطها اليوم على حسابه الرسمي وقال العجائب ما زالت متواصلة في قضية سامي الفهري شنو العجائب اللي مثلت صدمة المحامي سامي الفهري هل تم النطق بالحكم في القضية أم لا هذا اللي مش نعرفوه في حلقة اليوم عبر المحاميه منتع سامي الفهري عبدالعزيز السيد اليوم في تدوينه هبتها على حسابه الرسمي عن استغرابه واندهاشه ما حصل له اليوم وقال وتتواصل العجائب في قضية سامي الفهري اليوم بتاريخ 23 ديسمبر 2020 تم استدعائي بصورة عاجلة من طرف السيد رئيسك الكتبة بمحكمة الاستئناف بتونس مع التأكيد على وجوب الحضور حالا قال توجهت للمحكمة وينسلموا استدعاء ونسخة حكم بخصوص قضية سامي الفهري وهبت المحامي الاستدعاء هذا على مواقع التواصل الاجتماعي وكمل التدوين وقال لكنكم في اضراب ولا تقبلون اي استثناء انتم ترفضون حتى قبول وتضمين مطالب الاستئناف والتعقيب والاعتراض وترفضون الحضور بالجلسات المستعجلة او الخاصة بالموقفين او حتى المسائل الانسانية في قضايا النفقة والاطفال وحوادث الشغل غير مستثنية من الاضراب فلماذا يكون الاستثناء الوحيد في كامل محاكمة الجمهورية قضية سامي الفهري بالذات قال انه رئيس الكتبة اجابني بلغجة المغلوب على امري الله غالب استاذ تعليمات وانهت تدوينه وقال حقيقة انا غير منتهش فقد حدث للفهري اكثر من هذا بكثير ولكن لا احد يقول لي بعد الان بان هذا الملف عادي مثله مثل بقية الملفات محامي سامي الفهري عبدالعزيز الصيد حاب يوصل مقصوده وهو انه في قضية سامي الفهري ثم اطراف خارجيات تسير هذه القضية هي التي تتسبب في تعطيل النظر في القضية سامي الفهري وانها تسعى لان يبقى سامي الفهري في السجن انتم ما خلونا تعليقاتكم حطوا جاي مع الفيديو وما تنسوش تشاركو في القناة وتفعلوا الجرس بشو سيلكم الفيديو القادم